ظهور أدوار أن الناس تتجوز بأنتمها يعني هي تتجوز بأنتمها وهو يتجوز بأنتمته ليه طيب؟ لأنه هو الجواز مش محقق له اللي هو عايزه مش محقق له أنه هو يتكلمه بس وحد يسمعه فالجواز عشان فيه مشاركة هو مش عايز مشاركة وهي مش عايزة مشاركة هي عايزة إيه؟ هي عايزة تفط فط فعايزة حد يفط فط فالشخص اللي ما عندوش أعباء وما عندوش مشاركة اللي هو الأنتيم والأنتيمة إيه اللي حاصل؟ يخسمه من دور الأب والأم قبل الجواز يخسمه من دور الأب والأم وبعد الجواز يخسمه من دور الزوج والزوجة فالأسرة تبقى مهددة ويحصل ده بقى مع الزملاء في العمل أو في الدراسة فيحصل ظاهرة بقى على ضفاف بقى الكلام ده لما يتخسم من الاحتواء الزواجي يتظهر بقى ظاهرة اسمها ظاهرة الاحتواء البديل اللي هو الاحتواء خارج الأسر فيبقى فيه أدوار بره الزواج بتأثر جدا على مفهوم الزواج ويحصل الإحساس إن الجواز ده مش بيعود علينا بالمنفع الكبرى اللي احنا كنا منتظرينها اللي منها الاحتواء الزوجي مش بيحتويني في بعض الأحيان بتكون الزوجة هي اللي عملت الاختبار ومن أول مرة حكمت على جوزها بإنه شخص مش محتوي مع إن النضوجة على فكرة هما الاتنين عايصنعوه مع بعض بس هي قررت إن زوجها مش محتوي وهو قرر إن زوجته صدرها مش واسع وكتير النكد فقرر كل واحد فيهم إن هو يبحث عن احتواء بديل بر الأسر ونفس الكلام بالنسبة لكل طرف من الطرفين فالأزواج بيجربوا بعض فلما ما يجربوا بعض ويحسوا إن الخسارة تبقى كبيرة مش إن هم يحاولوا يتعلموا مش عشان يقللوا خسارهم عشان يعيشوا مفهوم الزواج الحقيقي على فكرة أنتوا مش بتخسروا لإن أنتوا الجواز جاي عليكم بخسارة أنتوا بتخسروا لإن أنتوا ما تعلمتوش يعني إيه جواز الجواز يا جماعة مش بيزنس الجواز حياة والناس لما بتعتبروا كده مش بيدوا لنفسهم الفرصة ولا الوقت إن هم ما ينضجوا وإن يحصل ولا بيدوا لنفسهم وقت إن هو يعيشوا حياة الجواز ويدوقوا حلوته حلوته بتيجي لما نعيشه وكل واحد فينا يبزل من آخر فيحس إن فيه علاقة إحنا الاتنين بنستثمر فيها بنستثمر في المولود الجديد ده الجواز مولود جديد الجواز بيجيب أولاد لإنه هو مولود أول ما بيطلع أوحش ما فينا وده طبيعي ممكن يحصل للإنسان إيه اللي حاصل لما يكون عشمان في اللي قدامه لما بيكون داخل بسقف توقعات عالية وهي كمان دخل بسقف توقعات عالية ومستنية كل مشاعر الحب وكل الاحتواء وتعويد غياب الأب وكل الكلام ده فلو كانت إنسانة متمسقة بقيامها وأخلاقها منتظر الحب عشان تطلق مشاعرها وأحسسها ودولة الستات اللي بيسمونه الستات المداخرات اللي بتداخل مشاعرها للجواز فيلاقي الجواز بعد أسبوعين من الجواز نزل الشغل فبقى عندها جزء كبير من التوقعات نزل لمجرد إنه هو ما بقاش موجود معاها في البيت أول تحدي على فكرة بيحصل في الجواز تحدي إن أنا تخدعت فيك وإنا تخدعت فيك وأخدت مقلب ومش إنت اللي أعرفه ومش إنت اللي أعرفه ليه طيب؟ لأنه حصل قبل الجواز إجهاد للمشاعر بعد تحميء فلندخل الجواز وإحنا مجهدين فيبتدي الزوج يتعصب والزوجة تبقى المستمرة في الرومانسية والحب تحس إن إيه ده؟ مش هو ده الجواز اللي أنا كنت منتظره فيحصل ده ويحصل أعباء كتيرة شوف مصادر الأعباء ما لهاش دعوة بالجواز ليه دعوة؟ ليه دعوة بعدم فهمنا إحنا ولزيك إيه اللي حاصل؟ لازم نغير فهمنا عن الجواز فالحب ما فاتش ولا حاجة وإيه اللي حاصل؟ لكن إحنا لازم نقعد مع بعض وننظم تعاملاتنا عشان نقدر ندخل الجواز بشكل صحيح ولو الزجون دخلين الجواز وعارفين معناه الحقيقي يعرفوا إن الجواز محراب تعبد والزوجة محراب لزوجها والزوج محراب لزوجته فهم الاثنين بيعبودوا ربنا في قلوب بعض مجابر الخواطر ده من أعظم الصدقات المنزلية ولما نيجي نتكلم على إن خير مضاعة الدنيا الزوجة الصالحة ما تعي عن إيه؟ إن الزوجة دي لما تحسن إليها هو ده وتزوده فإن خير الزاد التقوى فإذن أنا بتزود بمرضات هذه الزوجة للآخرة فليه نخزل الزواج ونخليه زواج بيزنس وزواج مصلحة إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل الجواز ده نعمة وجعله باب مفتوح وعشان كده كل واحد فينا هيحس بالرحمة ويحس بالكرم ويحس بالمودة ويحس بالفضل ولزيك الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف